بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد استكمالا لما بدأناه في الحديث عن شركة التضامن نتحدث عن انقضاء شركة التضامن وآثار الانقضاء فنبدأ أولا عن أسباب انقضاء شركة التضامن لما أن شركة التضامن شركة من شركات الأشخاص فإنها تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص وهي 1. وفاة أحد الشركاء 2. الحجر على أحد الشركاء 3. انسحاب أحد الشركاء من الشركة 4. إفلاس أحد الشركاء 5. إعصار أحد الشركاء لأن شركة الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي وبتحقق أي سبب من هذه الأسباب الخمسة يؤدي ذلك إلى فقد الصفة والاعتبارات الشخصية التي كانت موجودة فإذا اختلت هذه الصفة في أي مرحلة من مراحل حياة الشركة سواء وقت تأسيس الشركة أو سواء أثناء حياة الشركة يؤدي ذلك إلى انقضاء شركة التضامن كذلك تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة للإنقضاء الشركات وهي 1. انتهاء المدة المحددة لحياة الشركة 2. تحقيق الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله أو استحالت تحقيقه 3. هلاك رأس مال الشركة كله أو بعضه 4. انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد 5. اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك وهو ما يسمى بالحل الاتفاقي 6. اندماج الشركة في شركة أخرى 7. صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد زو الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك فهذه الأسباب السبعة تنقضي العامة تنقضي بها أيضا شركة التضامن فإذا تحقق أي سبب من أسباب انقضاء الشركة التضامن سواء كانت الأسباب الخاصة التي تقوم على الاعتبار الشخصي أو الأسباب العامة التي تنقضي بها شركات الأموال وشركات الأشخاص يؤدي ذلك إلى انقضاء الشركة ولذا نتحدث عن آثار الانقضاء ما هي الآثار التي تترتب على انقضاء الشركة؟ أولى هذه الآثار توزيع الأرباح والخسائر فكيف يتم توزيع الأرباح والخسائر؟ يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا للشروط الواردة بعقد الشركة مع مراعاة القواعد التي سبق الحديث عنها عند رقم تقسيم الأرباح والخسائر وفي حالة عدم وجود نص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح والخسائر فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة التاسعة من نظام الشركات والتي تقضي بما يأتي في حالة توزيع الأرباح تقوم الشركة في نهاية كل سنة مالية بعمل الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر لمعرفة المركز الحقيقي للشركة فإذا ما كانت الشركة حققت أرباح أو منيت بخسائر فيتم توزيع هذه الأرباح الصافية وهذه الخسائر إما أن يتم خصمها من إذا كان هناك خسائر يتم خصمها من احتياط الأرباح التي جنبته الشركة وإلا يتحمله الشركاء أو يتم ترحيله إلى العام الذي يأتي بعده ويلاحظ أن الاحتياط في شركات الأشخاص بخلاف شركات الأموال هو أمر اختياري بالتالي يمكن للشركاء توزيعوا عليهم متى رغبوا أما في شركات الأموال فهناك نسبة معينة تلتزم الشركة بتجنيبها كاحتياط ربح ومتى ما وزعت الأرباح الصافية على الشركاء أصبحت حقا مقتسبا لهم لا يجوز استردادها منهم حتى لو منيت الشركة بخسائر بعد ذلك ولكن يشترط لاكتساب الشركاء هذه الأرباح أن تكون أرباحا حقيقية وليست سورية أي السورية هي التي تقتون مقتطعة من رأس المال كيف هي التوزيع الخسائر؟ يتحمل الشركاء الخسائر عادة عند انكضاء الشركة لأنه طالما أن الشركة ما زالت قائمة فإنها تعود النقص في رأس مالها بسبب الخسائر من الأرباح السنوات التالية أو من الاحتياط عن طريق الاقتراض فالشريك غير ملزم بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر بموافقته واستمرار الخسائر وعدم تحقيق أرباح يؤدي إلى انقضاء رأس مال الشركة أو معظمه مما يوجب انقضائها أو تصفيتها وتنقض الشركة التضامن بالأسباب التي تحدثنا عنها سواء كان أسباب عامة لانقضاء الشركات أو أسباب خاصة بشركات الأشخاص